نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق العاشر لهذا الموسم والذي يقيم على كأس شركة الحواج وكأس هيئة رعاية شؤون الخيل وكأس إبراهيم بن سعد الرميحي وكأس الوسمية للجياد العربية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير وبحضور ممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة نائب رئيس هيئة رعاية شؤون الخيل بتقديم كأس هيئة شؤون الخيل إلى المالك الفائز الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد الخليفة ثم قامت عائلة الرميحي بتقديم كأس إبراهيم بن سعد الرميحي إلى المالك الفائز عبدالله فوزيناس كما قدمت جوائز للمضمر هشام الحدد والفارس ديفيد أيجن وسايس الجواد الفائز بالمركز الأول في الشوط السادس فيما قامت عائلة الحواج بتقديم كأس الحواج للشوط السابع إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم وكأس الحواج للشوط الثامن إلى عبدالله فوزيناس فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الوسمية إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر